رسالة تقول من ياسين لماذا أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم مع أنه السجود لله فقط أول حاجة اسمع السجود لا يقتضى منه عبادة كلمة سجد لا يقتضى منه عبادة بل أحيانا السجود يكون تعظيما قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخر له سجد فهل سجود يوسف وإخوته ليعقوب عليه السلام وزوجته هل كانت عبادة تقول لا لم يكن عبادة إنما هو السجود التعظيم والاحترام في الشريعة التي في شريعة قبل الإسلام كان السجود مباح يجوز فكان الرجل يسجد لأبيه تعظيما واحتراما بعد الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود صلى الله عليه وسلم نهى سجود أن يسجد العبد للعبد أو أي كائن كان إلا لله جل وعز شانه فهنا لما أمر الله عز وجل أن يسجد إبليس لآدم ليس سجود عبودية وإنما سجود احترام والتعظيم وليس السجود عبودية والله أعلم